اتصل بشاب من شبابنا قل لي يا شيخ والله اني احس احس بضيقة في قلبي وحشة في صدري احس حياتي كئيبة اشعر وكأن الدنيا كلها فوق راسي طبعا يا اخوان والله تعودت على هذه الكلمات من كثير من شبابنا وبناتنا اما باتصال واما برسالة اشتكون الهم اشتكون الغم اشتكون الضيق والنكد والكدر قلت لهذا الشاب تسمح لي بسؤال واحد بس سؤال واحد قال لي تفضل قلت له اسألك بالله كيف حالك مع الصلاة تدرون ش قال قال لي والله ليه ثلاث سنوات ما ركعت لله ليه ثلاث سنوات ما ركعت لله ما ركعت لله ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فإن له بعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة قال ربنا قال ربنا ما حشرتني اعمى قال ربنا ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كاتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تسام يا اخواني والله في آية في سورة الإسراء كل ما اقرأها تأثر كثير ومن كان فيه هذه اعمى 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 عن ذكر الله اعمى عن المساجد اعمى عن كتاب الله اعمى عن بر الوالدين اعمى كعموم عن طاعة الله عز وجل هو يبصر للمعاصي هو يبصر للذنوب هو يبصر للمحرمات للزنا للفواحش مقبل اليها اما الطاعات فهو اعمى الله عز وجل يقول ومن كان فيه هذه اعمى ومن كان فيه هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة